انخفاض جديد شهدته الليرة السورية أمام الدولار بعد تحسن طفيف عقب مراسيم الأسد الأخيرة والحملة الأمنية على الصيارفة الواقع الاقتصادي المتردي في سوريا أعاد مسؤول النظام بمناصبهم المختلفة للظهور على الشاشات واحداً تلو الآخر تصريحات متضاربة بين عماد خميس وأبو ثين شعبان ولعل أهم مميز موجة التصريحات الأخيرة كان انفصالها عن الواقع الحقيقي آخرها لحكم مصرف سوريا المركزي حازم قرفول الذي قال نحن وسوريا بخير قرفول وفي تصريحه لقناة الفضائية السورية التابعة للنظام قال إن المصرف وحده غير قادر على ضبط الواقع الاقتصادي والأسواق لأن هذه العملية تحتاج لجهد جماعي بالاشتراك مع المواطن منبهاً من استغلال مبادرات دعم الليرة للمصالح الشخصية وحول اقتراحات تغيير العملة اعتبر قرفول أنها غير مجدية لأن قيمة العملة هي انعكاس للوضع الاقتصادي ومع حرماني سوريا من مواردها النفطية والعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها لن يكون هناك أي أثر إيجابي لتغيير العملة بحسب قوله التضارب اليوم يبدو سيد الموقف في سوريا فبعد قرار مجلس الوزراء تابع للنظام القاضي ببيع وشراء العقارات والسيارات عبر المصارف اعتذر المصرف التجاري عن تطبيق القرار مبرراً ذلك بعدم القدرة على فتح حسابات جديدة ومؤجلاً العملية لحين تطوير النظام المصرفي التقني الحالي يبقى المواطن السوري المتضرر الأكبر من ترد الواقع الاقتصادي حيث يعيش قرابة 83% تحت خط الفقر بحسب تقرير الأمم المتحدة العمل فائد